السلام عليكم ازايكم عاملين ايا رب تكونوا بخير النهاردة في العشيرة مساء بتوقيت القاهرة قولة مباريات الدور قبل النهائي هما مباراتين فالنهاردة في منتخب اسبانيا هيقابل منتخب فرنسا وغدا ان شاء الله منتخب هولندا هيقابل منتخب انجلترا وصلنا لدولة 4 بطولة يورو 2024 او شاكت على الانتهاء نتعرف على مشوار منتخب اسبانيا في البطولة منتخب اسبانيا كان في المجموعة الثانية وكان معا ايطاليا، كرواتيا، البانيا لعب مع كرواتيا وكسب 3-0 ولعب مع ايطاليا وكسب 1-0 ولعب مع البانيا وكسب 1-0 واحتلص دورة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 9 نقاط وصعد منتخب اسبانيا لدور 16 وتغلب على جورجيا 4-1 وفي دور الثمانية تغلب على منتخب ألمانيا منظمة البطولة على ملعبها وسط جمهيرها 2-1 وصعد منتخب اسبانيا للدور قبل نهاية عشان يقابل منتخب فرنسا اما مشوار منتخب فرنسا كان في المجموعة الرابعة وكان مع النمسا وهولندا وبلندا كانت نتاج منتخب فرنسا تكسب النمسا 1-0 اتعادل مع هولندا بدون اهداف اتعادل مع بولندا 1-1 واحتل المركز التاني في المجموعة الرابعة وصعد لدور ال-16 عشان منتخب فرنسا يلاعب بلجيكا ويكسب 1-0 وفي دور الثمانية منتخب فرنسا قابل البرتغال انتهى الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل بدون اهداف ولجأ المنتخبين لرقلات الترجيح وتغلب منتخب فرنسا على البرتغال 5-3 عشان يصعد للدور قبل النهاية ويقابل اسبانيا لو سألتوني ترشح مين للوصول للنهاية انا برجح اسبانيا لكن طبعا يتبقى المجهود في الملعب والتوفيق وعدم التوفيق على فكرة اسبانيا كسبت بطولة امم اوروبا 3 مرات سنة 1964 و2008 و2012 اما فرنسا كسبت بطولة امم اوروبا مرتين اتنين سنة 1984 و2000 نرجو لكم مشاهدة ممتعة وفي النهاية شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله